اشتركوا في القناة بسمع تولو بلي فور عمو يزيق عمو يزيق عمو سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يضيفنا الكراه فالعمو يزيق يرحب بكم والف تحية اهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يضيفنا الكراه العمو يزيق يرحب بكم والف تحية اهديها لكم لا 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 جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا فالعم يسير يرحب بكم والف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم اطلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم والفتحية يهديها لكم للا 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 ما أحلى رؤياكم نورته يا حبابنا إن شاء الله يهنى بلكم في ذلي لمعالا خالعمو يا سي يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا 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 إذن اليوم في هذا الحفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل برعاية مجمع الشروق شركة رامي وشركة أجل من تنظيم ديوان رياض الفتح نستقبلكم اليوم في هذا الحفل الجميل الخاص بالأطفال شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش تاريخ تاريخ اليوم العالمي لحقوق الطفل شوف معها بينقوم مع العروسة هذه واسمك بنتي سابرينا وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نوفمبر 1954 كون ما زلتش هذيك 54 خير ما عليش ما عليش بنتي إذن 20 نوفمبر 20 نوفمبر ولكن السنة مش هي ما عليش بنتي شطرة شطرة برافو 1954 تيا أول نوفمبر 1954 1954؟ تخطط لك اليوم العالمي لحقوق الطفل يوم 20 نوفمبر 1989 وين جمعية الأمم المتحدة وين دول في جمعية دول الأمم المتحدة وفقه على ومضاعه على ميثاق ميثاق حقوق الطفل لذلك هذي 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 شوف العروسة هذي وش هو حق من حقوق الطفل الصحة حقه في العلاج لأن الصحة يعطيها ربي سبحانه ولكن حقه في العلاج هذي وش حبيتي تقولي نعم برافو شوفنا الشاطر هذا شحل في عمرك عشر سنين عشر سنين أعطينا حق من حقوق الطفل اللاعب حقه في اللاعب برافو 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 عم يزيد دلكم أغنية نقول فيها من حق الطفولة صحة علم حب وحنان تغنوا كامل وعايا هذي الأغنية من حق الطفولة صحة علم حب وامان من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان حتى وووو واطف السدير فكلامه ليس بممنوع فلاه الحق في التعبير حتى يكن صوت مسموع واجب نقبيه نتكفى ليعيش أقفي عزوهنى لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفا من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو نجوده نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلده من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو نجوده نحن نريد طلب العلم ننفع أهلنا والبلده من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان موسيقى توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد وله الحق في الغذاء ليبقى سليما جاسا ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالسحة نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالسحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسر مؤمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان ورحين نستقبل شعرة طفلة كيمانتوما جاتنا من مدينة غيليزان واسمها ويسام رح تقولنا الشعر بهذا المناسبة تفضلي تفضلي ويسام أحييكم بتحية تنشدها عصافير الصباح وهي تأخذنا للفلاح اليوم جئتكم بقصيدة منبعها الطفولة واسمها البراءة عيون البراءة تحكي وتقول لنا نحن نبكي وحلمنا الهنى للفنى ننوي تحقيق أحلامنا لننير عالمنا فيا ناس افهمونا لا نريد إلا حريتنا عيون البراءة تبكي وتقول لنا فكك قيودنا ومن العد حرر بلادنا اسمعوا دقات قلوبنا واسمعوا أحلامنا رافعين للسماء أيادينا فيا رب يا رب من العدو نجينا رافعين للسماء أيادينا وبصرخاتنا نبحث عن أهالينا الأطفال الأيتام عليكم أمانا فبالله عليكم امنحوهم السلاما واقفون هنا عند حافة العالما ينتظرون تلك الحماما لتقول لهم ها نحن هنا نمد لكم اليد الحنونا عيون البراءة تبكي وتقول لنا متى نسعد وتعود البسمة لنا فهيا هيا ندعو الله الكريم أن يحرر أطفال فلسطين وبلاد المسلمين ويرجع الأمل للأطفال الأبرياء المحرومين ويرجع الأمل للأطفال الأبرياء المحرومين أعطوها تصفيقة كبيرة كبيرة أعطوها تصفيقة حرة 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 لفوق شكرا صديقتي شكرا يا تكسحة شكرا تحبون الألغز؟ ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعك بحركة واحدة يحدثك مباشرة؟ شيء بحركة واحدة من إصبعك يحدثك مباشرة وش هو؟ شوف الشاطرة هذه ما اسمك بنتي؟ ماريا شاطرة؟ نعم رهيب بارك وش هو الجواب؟ الهاتف لا لا مشي الهاتف مشي الهاتف شيء بحركة من إصبعك يحدثك شوف الشاطرين هادوك؟ وش هو الجواب؟ تلفاز التلفاز هو اللغز الجواب ما كانش يقول تلفاز ولكن تفكير سليم وبنشين قبلوه؟ هو يقول المذياع ولكن بلكن هردروا اللغز كان ما زال تلفزيون ما كانش تعالي بنتي رواحي رواحي تعالي 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 جمي الهدية تحا جمي الهدية تحا إذا راعي البرنامج مع معم يازيد حصة أولادنا تحت جنحنا وعم ويازيد شو؟ رامي رامي يقدم لك هدية أروحي بنتي شاترة أنت هي وشم سنة درسي سنة ثالثة ثالثة إذن رامي هديك هاد الهدية على الاشتارة ديالك وتقدري تقعد معنا تاني تفضلي بنتي وش تقولي لهم شكرا عفو لعفو بنتي تفضلي قعدي رامي معنا اليوم فوج مش عالكشاف هكذا وش راكم لفاذ إذن فوج مش عالكشاف وما أصدقائنا دائما يشاركوا معنا في الحصص ودائما يرفقونا في الحفالات وكامل أعطونا تحية كشفية برافو 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 إذن مرحبا بكم مرحبا بكم تحبوا ألعاب الخفة معايتو العم موراد إذن عم موراد راح يتفضل قدامكم بألعاب الخفة موراد راح يتفضل قدامكم بألعاب الخفة موراد راح يتفضل قدامكم بألعاب الخفة ترجمة نانسي قنقر موراد راح يتفضل قدامكم بألعاب الخفة جهزي قدامكم بألعاب الخفة اشتركوا في القناة 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 شكرا